الحدود الأوكرانية البيلاروسية تشهد تصعيدا ملحوظا في التوترات بعد قرار مينزك تعزيز وجودها العسكري على الحدود مع أوكرانيا ونقلها المزيد من الوحدات القتالية الخاصة إلى المناطق الحدودية مشيرة إلى ما وصفته بحشود كبيرة للقوات الأوكرانية تقدر بأكثر من 120 ألف جندي بالقرب من حدودها الحدود البيلاروسية مع أوكرانيا تم تعزيزها بشكل كبير ويصعب اختراقها وذلك بسبب أن الجانب الأوكراني يحتفظ ب120 ألف جندي في المناطق الحدودية وردا على ذلك قمنا بنشر المزيد من القوات الخاصة والوحدات العسكرية القتالية الأكثر جاهزية التوتر على الحدود بين كييف ومينسك جاء على إثر التحولات الأخيرة في المشهد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بعد توغل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية وسيطرتها على أكثر من ألف كيلومتر مربع منذ بدي العمليات القتالية في كورسك كانت تساؤلات حول كيفية تمكن أوكرانيا من حجد أعداد كبيرة من الأفراد والمعدات للهجوم ليتضح أن القوات الأوكرانية على الحدود مع بيلاروسيا تم سحبها للمشاركة في الهجوم على كورسك والآن يبدو أن بيلاروسيا تستعد لتعزيز حدودها مما يضغط على أوكرانيا لإعادة قواتها لحماية الحدود مع بيلاروسيا وفي المقابل أكدت السلطات الأوكرانية أن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا تحت السيطرة ولا يوجد أي مؤشر على تحركات غير طبيعية للقوات البيلاروسية وتؤكد كييف أن التهديدات المزعومة قد تكون جزءا من جهود بيلاروسيا لتصعيد التوترات وزيادة الضغط العسكري والسياسي في المنطقة وسط مخاوف من اتساع دائرة الصراع بعد الهجوم الأوكراني المباغت على كورسك هل تستعد أوكرانيا لفتح جبهة قتال جديدة مع بيلاروسيا أم تبقى الحشودات العسكرية البيلاروسية أداة ضغط عسكري على القوات الأوكرانية ثاءر عمرو قناة الغد كييف